طالح أمن ولاية تصطيف من وضع حد للممارسات غير القانونية لصاحب ورشة مختصة في صناعة المكاملات الغذائية بعد ضبطه وهو بساطة إنتاج وتوظيب خلطات عشبية تحملوا ادعاءات علاجية مع تسويقها على أساس مكمل غذائي العملية أصفرت عن حظة زيادة من 78 ألف كيس من الخلطات العشبية على شكل ما يعرف بمدى الشمة بوزن 40 جرام للكيس الواحد قنطرين ودس من المواد الأولية تتمثل في أعشاب مفرومة تفاصيل أكثر في ميكروفون فارش شعيب تمكن أمن ولاية ستيف ممثلا بالمشطحة الولائية للأمن العمومي من وضع حد لممارسات أحد أصحاب الورشات المختصة في صناعة المكملات الغذائية التي عمد صاحبها إلى إنتاج خلطات عشبية دون الحيازة على الرخص المطلوبة حيث تم خلال هذه العملية حجز 78 ألف ومئتين وحدة من المنتوجات الموظبة والمعدة للتسويق إلى جانب كميات هامة من المواد الأولية المختلفة التي تدخل في صناعة هذا المنتوج علما أن كل ذلك حجز على ذمة التحقيق مع إعداد ملف قضائي ضد المخالف ترجمة نانسي قنقر